الله اكتب الله اشهد ان مولانا امير المؤمنين عليا ولي الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين الله صلى الله عليه وسلم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار صدق الله العلي العظيم في هذا العاصر وفي هذه البلاد اصبحت اقامة المجالس اقامة الدعوات اقامة احتفالات الولائم وامثالها اصبحت سهلة الى حد ما تريد ان تقيم احتفالا بأي مناسبة دينية او غير دينية فيها هدايا فيها اطعام فيها شيء راقي مادي لعلك تتمكن في خلال أيام ان ترتب هكذا مجلس هكذا احتفال هكذا دعوة تريد ان تشتري ملابس توجد محلات كثيرة لبيع الملابس الجاهزة لا تأخذ وقتها طويلا تريد ان تشتري ما يحتاجه الشخص في زينته من خواته من امثال ذلك توجد محلات كثيرة تبيع الخواتم الجاهزة تريد ان تصنع طعاما صنع الطعام اليوم اصبح شيئا لا يحتاج الى وقت طويل محل في مثل هذه البلاد تريد ان تدعو مجموعة من اصدقائك من احبابك الامر سهل عبر الهاتف تتصل عليه بل توجد طرق اسرع حتى من الهاتف هذه التطبيقات اللي متوفرة اليوم تتمكن ان تدعو احيانا بعض الاشخاص عبر هذه التطبيقات فخلال ايام قلائل ترتب كل امور هذه الدعوة الفاخرة الفخمة ولكن في العصور السابقة ما كان الامر هكذا اذا كنت تريد ان ترتب دعوة راقية ماديا اقول راقية احتفال كبير احتفال فيه شيء كثير كنت تحتاج الى اسابيع من التهيئ ملابس جاهزة عادة ما كانت متوفرة في تلك العصور احذية جاهزة ما كانت موجودة عادة خواتم جاهزة ما كانت موجودة عادة طعام تهيئة الطعام كانت بحاجة الى وقت الدعوات كانت تحتاج الى وقت اسبوع سابيع احيانا الى ان تلتقي بهذا الشخص تدعوه تلتقي بشخص اخر بعد يومين ثلاثة ايام تدعوه هي الدعوة كانت تحتاج الى وقت الفياض ابن محمد الطوسي احد اصحاب الامام الرضا عليه الصلاة والسلام يقول يقول شهدت الامام ابن حسن علي ابن موسى الرضا صلوات الله عليهما في يوم الغدير وبحضرته جماعة من خاصته قد احتبسهم للإفطار دعوة للإفطار دعوة للإفطار ابقاهم هؤلاء للإفطار في يوم الغدير وقد قدم الى منازلهم الدعوة لم تكن خاصة بهؤلاء فقط لا دعوة حتى لأهاليهم في منازلهم وقد قدم الى منازلهم الطعام الدعوة فقط على الطعام يرسل إليهم طعاما لا وقد قدم الى منازلهم الطعام والبر أو البر والصلات صلة أموال والكسوة ملابس حتى الخواتيم والنعال ملابس كاملة لأهاليهم أيضا هؤلاء بل لأهاليهم أيضا وقد غير من أحوالهم أحوال عوائلهم ملابس جداد هيئة جديدة وأحوال حاشيته هؤلاء الذين أبقاهم عنده وجددت لهم آلة غير الآلة التي جرى الرسم بابتذالها قبل يومه وسائل الزيافة وسائل جديدة كانت ويبدو من العبارة أنه ليست وسائل الزيافة عنده فقط لا حتى أرسل إليهم إلى منازلهم وسائل الزيافة لاحظوا وجددت لهم لأولئك أهاليهم يعني آلة غير الآلة التي جرى الرسم بابتذالها قبل يومه وهو يذكر فضل ذلك اليوم يوم الغدير إلى آخر الرواية تصوروا هكذا دعوة هكذا عمل كم كان يحتاج من الوقت من التهيئ قبل ذلك ملابس إليهم ملابس جدد ملابس إلى أهاليهم حتى الخواتيم والنعال يعني كل شيء الطعام الكذائي الصلاة الوسائل وسائل الزيافة التي جددت لعله كان يحتاج إلى أسابيع التهيئ لهذه الدعوة كان يحتاج لعله إلى أسابيع إلى شهر قبل شهر لعله أو ما يقارب من شهر من الغدير تهيئ للغدير الإمام الرضا كان يتمكن أن يقيم دعوة عادية خلال يوم دعوة مختصرة الذي جاء عنده يبقيه الطعام الذي يطبخونه كان يطبخون طعام إضافي قليلا لضيوفه القضية من قبل يوم كان ممكن يوم يومين تهيئت هكذا دعوة لا الإمام أبا إلا أن يصنع شيئا مفصلا ذا أبعاد يحتاج إلى تهيئ يعني أبا إلا أن يتهيئ للغدير من قبل لعله من قبل شهر أكثر أقل بيننا وبين الغدير بالضبط شهر بعد شهر بالضبط في مثل هذه الليلة بعد شهر تكون ليلة الغدير اقتداء بالإمام الرضا عليه الصلاة والسلام الذي تهيئ من قبل من قبل فترة لعله شهر أكثر أقل للغدير الإنسان يتهيئ للغدير ممكن أن نصنع شيئا عاديا في يوم الغدير كمان كان الإمام عليه الصلاة والسلام يمكنه أن يصنع شيئا عاديا بدون تهيئ ولكن الإمام تهيئ بالتأكيد هذا الوضع يحتاج إلى تهيئ تهيئ أكثر أعمار عامة الناس تصرف في ماذا؟ أيامهم لياليهم تصرف في ماذا؟ في أمور دنيوية المؤمنون يخصصون بعض الأيام بعض الليالي يجعلون جزءا من تلك الأيام في الله فيما يرتبط بالآخرة ليلة الجمعة تخصص أو جزء من ليلة الجمعة يخصص للآخرة دعاء زيارة أمثال ذلك حضور مجالس مثلا يوم الجمعة يخصص جزء منه للآخرة ليالي أيام أفراح أهل البيت عليهم الصلاة والسلام أحزان أهل البيت صلوات الله عليهم بعض أجزاء تلك الليالي والأيام تخصص من قبل المؤمنين للآخرة ولكن بعض الفرص بعض الليالي بعض الأيام تستحق أن تجعل بصورة كاملة في الله أن تجعل بصورة كاملة في طلب رضا الله سبحانه وتعالى ليلة القادر عادة المؤمنون لا يخصصون جزءا منها للآخرة يجعلونها كلها للآخرة هذه ليلة القادر ليلة جدا عظيمة فرصة ذهبية كبيرة جدا قمة هذه لا ينشغل الإنسان المؤمن عادة بأمور دنيوية إلا بالمقدار الضروري ليلة القادر تخصص بماذا عادة المؤمنون يحيون ليلة القادر كلها في الله وفي سبيل الله وفي جلب رضا الله سبحانه وتعالى يوم الغدير هكذا يوم الغدير ليس فرصة عظيمة فرحة كبرى عظمى أعظم فرحة أكبر فرحة أفضل هذه كلمات واردة في الرواية الشريفة طبعا أفضل أكبر أعظم بالنسبة إلى الغدير هكذا يوم لا يخصص جزء منه في الآخرة في الله في جلب رضا الله عز وجل المفروض يخصص كله يوم الغدير ليس يوم دنيا يوم انشغال بأمور دنيوية يوم الغدير يوم جدا جدا عظيم لحظات ثواني يوم الغدير ثواني استثنائية ينشغل الإنسان بأمور الآخرة بالعبادات الفردية الصلوات الصيام الدعاء والعبادات والعبادات الاجتماعية التي لا تقل أهمية عن العبادات الفردية صلة الأرحام ادخال السرور إلى قلوب المؤمنين من أقاربه ومن غير أقاربه دعوة المؤمنين الحضور عند المؤمنين قضاء حاجة مؤمن هذه أمور وردة في الروايات الشريفة طبعا بالنسبة إلى الغدير بالذات هي من المستحبات العامة في الغدير وردت بالذات وردت تأكيد عليها بالذات العبادات الاجتماعية زيارة مريض الانشغال اظهار الفرح للآخرين ادخال السرور إلى قلوب الناس وأنت تظهر فرحك للناس في هذا اليوم هذه عبادة عبادة كبيرة جدا التعيد هذا العنوان وارد في روايات عديدة من أعظم من أفضل من أكثر الأعمال ثوابا في يوم الغدير التعيد بأي شكل من الأشكال تظهر أنك في عيد بكلامك بملابسك بعطرك بأي شيء يعني شغل الإنسان في يوم الغدير يوم الغدير ليس يوم دنيا مثل ليلة القاتر يوم الغدير يوم آخرة يعني شغل الإنسان بشيء أخروي من عبادات فردية وعبادات اجتماعية والأمر في مثل هكذا مناسبة يحتاج إلى تهيئ تهيئ نفسي تهيئ عملي نحن قبل شهر رمضان عادة المؤمنون يتهيئون لشهر رمضان شهر رمضان فرصة كبيرة استثنائية تحتاج إلى تهيئ حسب بعض الأدعية الإنسان يتهيئ لشهر رمضان من شهر رجب فرصة كبيرة تسوى أن الإنسان يتهيئ من رجب لا من بداية رجب اقرأوا دعاء الاستهلال استهلال لشهر رجب يعني أول رجب تهيئ تمهيد لشهر رمضان شهر رمضان فرصة كبيرة عيد الغدير هكذا عيد الغدير كيوم فرح لا نظير له كيوم عبادة لا نظير له يحتاج إلى تهيئ وبيننا وبين عيد الغدير شهر واحد فقط من الآن من اليوم نبدأ ماذا نصنع كيف نستفيد من هذه اللحظات لحظات عيد الغدير مطلبان بسرعة فيهما تفصيل 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 يعني وقد فصل العلماء بعضهم في هذا المجال تفصيلا كبير إشارة إلى نقطتين مطلبين فيما يرتبط بالغدير المطلب الأول في زيارة المولى أمير المؤمنين صلى الله عليه في يوم الغدير هذه الزيارة الرائعة الجميلة كم هذه الزيارة جميلة جدا جدا جميلة الزيارة زيارة أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في الغدير في مقطع من هذه الزيارة نقرأ والشاك فيك يا أمير المؤمنين الذي يشك فيك والشاك فيك ما آمن بالرسول الأمين المطلب الطويل المطلب الثاني فاء التفريع في آية مباركة فاء التفريع في حديث شريف إحدى آيات الغدير ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمننا ربنا فاغفر فاغفر فاء هذه الفاء تسمى فاء التفريع ما بعد الفاء فرع لما قبل الفاء ما بعد الفاء معلول لما قبل الفاء آمننا ربنا فاغفر لنا يعني الغفران فرع للإيمان بالمنادي وهو رسول الله صلى الله عليه وآله الذي نادى في يوم الغدير بولاية أمير المؤمنين فاغفر تريد أن تحصل على الغفران الغفران كيف يحصل عليه يلزم أن يكون مقتضي حسب تعبير الأدب الجديد أرضية أرضية للغفران أرضية الغفران ما هي المقتضي للغفران ما هو آمننا الإيمان بالنداء رسول الله صلى الله عليه وآله يوم الغدير وهكذا ما بعد هذه الكلمة لأنها كلها معطوفة بالواو يعني نفس الحكم لها فآمننا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار تريد أن تتوفى مع محمد وآل محمد صلى الله عليه عليهم اللهم صلى على محمد وآل محمد الأرضية هو الإيمان بنداء رسول الله صلى الله عليه وآله في يوم الغدير ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف المعاد فاء التفريع في هذه الآية المباركة لهذا لالتها فاء التفريع في حديث شريف الإمام أبو الحسن الرضا صلى الله عليه وسلم عليه في حديث يقول لأحمد بن محمد بن أبي ناصر البزنطي رضوان الله تعالى عليه فقيه كبير من أعظم فقهاء أصحاب الأئمة عليه الصلاة والسلام يقول له يا ابن أبي ناصر أينما كنت فاحضر يوم الغدير عند أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم عليه فإن الله يغفر لكل مؤمن ومؤمنة ومسلم ومسلمة ذنوب ستين سنة ويعتق من النار ضعف ما أعتقى في شهر رمضان وليلة القادر وليلة الفطر الله صلى الله عليه وسلم ومسلم هذه الفاء ما هو موقعها ما المقصود من الفاء فاحضر يوم الغدير عند أمير المؤمنين فإن الله فإن الله يغفره الغفران يحتاج إلى أرضية الأرضية حسب الآية المباركة يصنعها الإيمان بولاية أمير المؤمنين هذه الفاء ما هو معناها غفران يحصل بسبب الإيمان بولاية أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام أرضية الغفران هذه هنا الفاء لعل من معانيها فاء التفريع في هذه الرواية الشريفة من معانيها مصدر ذلك الغفران الغفران نعمة عظيمة هذه النعمة العظيمة تكون في يوم الغدير بأعظم صورها الغفران الذي يكون في يوم الغدير لا يحصل مثل ذلك الغفران في أي يوم من أيام السنة نهائيا يعني بلا استثناء على نحو الإطلاق يوم الغدير أعظم الأيام في حصول الغفران ولكن ما هو ربطه بالحضور عند ضريح أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام لعله من معاني هذه الفاء فاء التفريع أن هذا الغفران هذا النور هذه النعمة الكبيرة مصدرها في يوم الغدير يكون من عند ضريح أمير المؤمنين صلوات الله اللهم سأل على ما دعا لمحنان نور من الله سبحانه وتعالى هذا النور من أين ينطلق نعمة كبيرة كبرى من الله سبحانه وتعالى هذه النعمة أين مصدرها من أين تنطلق هذه النعمة من أين يخرج هذا النور ليشمل المؤمنين والمؤمنات في شرق الأرض وغربها لعله مصدر هذه النعمة محل انطلاقة الغفران في يوم الغدير من عند ضريح أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشملنا هذا الغفران أن يشملنا هذا النور أن يتفضل علينا الله وأن يمن علينا كما من علينا بولاية أمير المؤمنين أن يمن علينا بهذا النور وهذا الغفران ربنا إننا سمعنا مناديا صلى الله عليه وآله النبي صلى الله عليه وآله ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمننا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد اشتركوا في القناة